رمز الحرية والنضال والسلام والمصالحة نيرسون منديلا يرحل عن عالمنا للأبد ليبقى خالدا في الذكرة العالم ودع ليلة الماضية الزعيم الافريقي لكن الجنوب الافريقيين ودعوه على طريقتهم الخاصة فقد أعلن رئيس جنوب افريقيا جاكوب زوم وفاة الرئيس الأسبق نيرسون منديلا بمنزله في جوهانيس بورغ ليلة الخميس عن عمر النهز الخامسة والتسعين عاما بعد معاناة طويلة مع المرض وتوجه زوم بخطب إلى الأمة معلنة رحيل منديلا بحضر عائلته معربا عن حزنه الشديد لأن جنوب افريقيا فقدت أحد أعظم أبنائها نيرسون منديلا مؤسس الدولة الديمقراطية الحالية وقال زوم إنه رغم أننا كنا نعلم بأن هذا اليوم سيأتي فإن شيء لا يستطيع أن يخفف الإحساس بالخسارة العميقة وبكت جنوب افريقيا وحزن العالم بعد وفاة طالب الحقوق الناشط المناضل السجين السياسي الرئيس الرمز نيرسون منديلا مديبة كما كان يناديه شعبه أنا حزينة ولكن في نفس الوقت أعتقد أنه قام بدوره في الحياة وقد فعل ذلك بشكل جيد الغاية فلا بأس أن يذهب لقد فعل كل ما في وسعه إنها مأساة حزينة ولكن في الوقت نفسي أعتقد أنه علينا الاحتفال بما حققه وما عطانا فلولا منديلا لما كنت حران اليوم أيقونة النضال ضد العنصرية يغادر على مناطر كنسلة ملهمة وحافرا اسمه في سجل الكبار باختصار هي نهاية أسطورة اسمها نيرسون منديلا ترجمة نانسي قنقر